يا رب العالم 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 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلي محمد أعجل فرجهم درس الفقه تحدثنا في باب التقليد عن أدلة وجوب التقليد بالقرآن والسنة والعقل وسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء والأدلة الفطرية وغيرها كان الحديث السابق نأتي بعض الإصطلاحات في تعريب الوجوب حينما يقول واجب أو يجب الوجوب أو الوجوب أنواع مختلفة بعض أنواع الوجوب التي مرت هي إما وجوب عقلي أو وجوب عقلائي أو وجوب فطري أو وجوب شرعي الوجوب الفطري يختلف عن الوجوب العقلي بمعنى أنه ما كان يعرف بالفطرة الإنسانية يعني عند الأطفال أو عند الناس البسطة أو حتى أحيانا عند الحيوانات بالغريزة بالفطرة الحيوان يتجنب الضرر هذا ما يحتاج عملية عقلية أنه هل هذا خطر أو غير خطر وإذا أراه أن أحس بالخطار هو يمتنى أو جلب المنفعة يذهب الحيوان إذا جاع يذهب إلى الحشيش ويأكل الإنسان بفطرته هو الطفل ما يحتاج أن يعلم وبفطرته يدرك معنى جلب المنفعة ودفع الضرر عن نفسه هذه الأدلة التفصيلية التي تحتاج إلى مناقشة ودقة واستعمال العقل ومعرفة المناقشات المنطقية هذا يقول دليل عقلي وليس دليل فطري الفطرة بذاتها قد لا تكتشفه بس يحتاج إلى مناقشة عقلية فهذه أنواع متعددة في الشارع حثة طبعا على استعمال العقل وأيضا حثة على فهم الناس كما في الحديث النبوي الشريف في حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطبته كما تروع عن أبي جعفر الباكر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال يا أيها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه فإذا هنا الشرع أرشد إلى ما ينفع الناس ويقربهم إلى الجنة ويبعدهم من النار وجوب العقلي يقول دليله مناطه تعبير الفقه يقول مناط المناط يعني السبب أو دليله تعبير فقه مناطه من أين يأتي الدليل العقلي يقول عادة من وجوب شكر المنعم أو من وجوب دفع الضرر المحتمل العقل يقول أن من أنعم عليك فيجب أن تشكره وإذا كان هناك طريق احتمال الخطر فيه أن تمتنع من الذهاب فيه وجوب دفع الضرر المحتمل وذلك يقيني قطعاً ولكن ضرر المحتمل أيضاً العقل يقول لذلك نقول أنه لو لم نتبع المرجع ونتعرف على الأحكام الشرعية هناك احتمال أن نتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى فإذا دفع الضرر المحتمل يدفعنا باتجاه التقليد وأخذ الأحكام الشرعية من المتخصص فيها وفي نفس الوقت شكر المنعم حتى لو لم نكن كما أمير المؤمن السلام عليه يقول إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك لو أردنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة فيحتاج أن نعرف كيف نشكره ما هي الطريقة المثلة التي نحقق فيها الشكر لله سبحانه وتعالى ربما بطريقتي أنا هي إهانة وليست شكراً ولكنه لابد هناك طريقة معينة استلحنا أتكيت معين الحديث مع الله سبحانه وتعالى صحيح الله رب العالمين ولكن كلما كان الأسلوب والطريقة أحسن كلما كان أفضل وهذا نعرفه من الأحكام الشرعية خصوصاً أن الأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى لا يحتاجها يعني صلاتنا وصومنا وعباداتنا الله لا يحتاجها هذه الأحكام وضعها لتكامل الإنسان نفسه وليس فيها نفع له سبحانه وتعالى فهذا المناط أو سبب أو دليل العقلاء يقول أن العقلاء يقولون أن جلب النفع المحتمل هذا ضروري واسيرة العقلاء سواء مسلمين أو غير مسلمين على هذا التاجر يشتغل بالتجارة لماذا؟ لأنه يقول يحتمل أن يحصل على نفع لنفسه الفلاح يشتغل بالزراعة لأنه يجلب النفع فإذا التقليد والتباع والمجتهد والتباع الشريعة الإسلامية تجب النفع للإنسان والدخول إلى الجنة والعقلاء يقولون أن يجب أن يقوم بذلك الوجوب الفطري يقولون دليل أعم من وجوب دفع الضرر المحتمل وجلب المنفع كلاهما أو أحدهما كله هذا أيضا فطري وأما نقول واجب شرعا أن الشرع أوجبه فدليله الأوامر الشرعية المختلفة الموجودة والنواهي الموجودة هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز معنا ذلك أن هناك وجوب شرعي مذكور ولكن نحن لا نعرفه لأننا غير متخصصين فنحتاج إلى أن نقلد المرجع لكي نعرف منه ما هو جائز وما هو غير جائز فهذه أنواع الوجوب أو التعبير الوجوب المختلف موجودة أحيانا يعبر عن الوجوب وجوب عيني أو وجوب كفائي هناك الوجوب العيني يقول هو الإلزام المتعلق بجميع الأفراد ولا يغني فعل بعضهم عن بعض كالصلاة صلاة واجب عيني على كل فرد كل مسلم الصوم فواجب على كل مسلم قادر على الصوم هذا يقول عيني على عيني كل مسلم كل شخص أما الوجوب الكفائي وهو متعلق بجميع الأفراد أيضا ولكن يغني فعل بعضهم عن الآخرين كالأمر بالمعروف مثلا قلنا يعني المنكر لو قام واحد بالأمر بالمعروف سقط عن الآخرين ولكن لو لم يقم بالأمر بالمعروف أحد فالعقاب يتوجه لجميع المسلمين لأنهم كلهم مسؤولون عنه فهو واجب لجميع الأفراد ولكن لو قام بأداء ذلك الواجب شخص يسقط عن الآخرين أو مثلا تكفين ودفن المسلم الميت المحترم هذا واجب على جميع المسلمين ولكن لو شخص قام بتغسيله وتكفينه ودفنه هذا بعد تكليف يسقط عن باقي المسلمين فهذا يسموه واجب كفائي يعني قيام شخص بي يكفي في أن يسقط التكليف عن باقي المسلمين أحيانا يقسمون الوجوب إلى وجوب تكليفي ووجوب وضعي ووجوب مقدمي هذا أيضا اصطلاحات تأتي في الوجوب الوجوب التكليفي يقول الأفعال التكليفية هي الخمسة الواجب والمستحاب والمباح والمكروه والحرام هذه أفعال تكليفية خمسة الواجب يعرف كل فعل أمر به الله سبحانه وتعالى ويعاقب على تركه الصلاة أمر بها الله سبحانه وتعالى ويعاقب على تركها وتعريف آخر قيلة هو الأمر بالشيء مع المنع من الترك فأمر بأدائه والمنع من تركه أمر بالصلاة ومنع من ترك الصلاة أمر بالصيام ومنع من ترك الصيام أمر بالزكاة والمنع من ترك الزكاة هذا تعريف الواجب المستحاب هنا مثل الواجب كل فعل أمر به الله سبحانه وتعالى ولكن يفترق أنه لا يعاقب الله على تركه ويمنع لم ترك인ه في الواجب الله يعاقب على تركه فعل فعل أمر به الله سبحانه وتعالى ولكن لا يعاقب عليه مثل صلاة النوافر أمر به الله سبحانه وتعالى ولكن لا يعاقب على تركها أو تعريف آخر والأمر بالشيء مع الترخيص بالترك الله أمر بصلاة النوافر ولكن هناك رخصة في تركها المباح هو كل فعل لم يرد فيه أمر ولا نهي على الإطلاق من الشريعة المقدس التشريع لم يقل شرب الماء مباح لم يقل واجب أو مستحاب أو مكروب مباح ليس فيه أمر معين ومباح نعم قد يتحول المباح إلى واجب مثلا إذا كان شرب الماء ضروري لحياتي أنا ما يصير أضرب عن الماء حتى أموت نعم يصير شرب الماء يتحول إلى واجب ربما إذا فيه بعض الفوائد الأخرى التي يحثوا عليه شرع مثلا يكون مستحاب أو إذا كان شرب الماء من قيام في الليل مثلا يتحول هذا الفعل إلى مكروه أو إذا كان الماء مغصوب في شرب الماء ربما هناك يكون حرام أو إذا كان نجس يكون حرام فهو شرب الماء قد يتحول إلى أحكام أخرى ولكن شرب الماء بما هو الماء المباح الماء القراح نقول هو بذاته هذا فعل مباح ليس فيه أمر ولا نهي هذا معنى المباح المكروه هو كل فعل نهى عنه الله ولكن لا يعاقب على تركه مكروهات منهي عنها الإنسان ولكن لو فعلها لا توجد عقوبة تخير أو تعريف آخر هو النهي عن الشيء مع الترخيص بفعله كثير من المكروهات موجودة في الشريعة في آداب الطعام آداب الشراب آداب الماء هناك أفعال تذكر أنه هكذا شرب الماء مثلا في الليل واقفا مكروه يعني إذا واحد يجلس يكون أفضل ولكن لو شرب لا يعاقب مكروهات الحرام هو الفعل التكليفي الخامس أو الأحكام الخمسة والخامس من الأحكام نقول كل فعل نهى عنه الله سبحانه وتعالى ويعاقب عليه أو فعله يعاقب عليه لا سمح الله شرب الخامر أو السرق أو الزنا أو الكذب أو قتل النفس المحترمة أمور نهى عنها الله سبحانه وتعالى ويعاقب على فعلها أو تعريف آخر كل فعل نهى عنه الله مع المنع من فعله هذه بعض التقسيمات الموجودة حول الواجب حتى إذا تحدثنا عن الواجب يعني نعرف معنى الواجب أما الواجب المقدمي كما في الوضوء الوضوء بذاته ليس واجبا ولكن الوضوء مقدم للصلاة يتحول إلى واجب ممكن أنه ما أتوضع ما كونك وجوب يجب أن تتوضع صباحا أو ظهرا أو مساء ولكن لأني لا أستطيع أن أصلي بدون وضوء فالوضوء يكون واجب مقدمة للصلاة وليس بنفسه أنا ليس وجوب عينيا نعم الوجوب الوضعي إنسان إذا هو كلف نفسه بعمل مثل الواحد ينذر نذر فيصبح واجب عليه هو وضع على نفس هذا القانون بالنذر مثلا وصار قانونا عليه أو بعض المعاملات مثلا يجب أداها لأنه ألزم نفسها بذلك هذه فقط بعض المصطلحات التي ترد يعني لا بس أن نعرف معانيها ومعناها في الفقه نأتي إلى المسألة الأولى من مسائل نحن نقرأ كتاب المسائل المنتخبة حسب فتاوي سماحة أيت الله العظمى السيد السستاني دام ظله ونشرح أراء باقي العلماء إذا كان هناك اختلاف بالرأي بس المتن الذي نقرأه هو المسائل المنتخبة السيد السستاني دام ظله يقول يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الشرعية التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة هنا نستعمل أولا يجب بمعنى أنه ليس هناك رخصة في ترك هذا الأمر ما نقول يا الله يعني لا بس كيفنا لا مو كيفنا هنا يجب اللفظ المستعمل وأنه يجب وهذا يعاقب على تركه فعلا أمر به الشرع ويعاقب على تركه ثاني على كل مكلف من هو المكلف الإنسان العاقل الذي يبلغ سن التكاليف ما هي سن التكاليف هنا لم تذكر في المسألة ولكن تذكر في مكانات أخرى لا بس أن نذكرها سن التكاليف بالنسبة للبنت أكمال عمر تسعة سنين قمرية وليست شمسية وتعرفون الفرق بين الشمس والقمرية سنويا حوالي عشرة أو أحد عشر يوم وحينما تكون تسع سنوات يعني الفرق يكون تقريبا أربعة أشهر بينهما فهي تحسب تسع سنين قمرية مو ميلادية إذا يحسب على الميلادي يكون بلوغ البنت أربعة أشهر تقريبا قبل ذلك فيجب أن تحسب من الأشهر الهجرية مش هي الربيع ولدت أو جمادي أو رجب وبعد أن تكمل تسعة سنوات يبدأ بلوغها وتكون مكلفة بالأحكام الشرعية فتصبح مكلفة بكل الأحكام الشرعية أما في الولد هناك ثلاث علامات لبلوغه العلامة الأولى هي إكمال خمسة عشر سنة أيضا قمرية وليست شمسية إذا أكمل خمسة عشر سنة دخل بالسنة السادسة عشر يكون قد وصل إلى حد البلوغ وصار مكلفا العلامة الثانية لو نمى شعر كثيف شعر الأسود في منطقة العانة في منطقة الأعضاء الخاصة لو نمى هذا الشعر هذا نموغ الشعر إحدى علامات البلوغ وأحيانا ينمو الشعر في سن 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة مختلف عند الأولاد والعلامة الثالثة للبلوغ هو أن يبدأ بالاحتلام فيما يراه النائم بعض الأحلام الجنسية ويحدث عنده قاذف ويكون مجنبا ويحتاج إلى غسل هذا الاحتلام إذا بدأ عند الطفل يتحول من حالة الطفل إلى حالة بالغ من مرخلة إلى مرخلة فهي من علامات البلوغ فممكن الاحتلام يكون سن 12 سنة أو 13 سنة وأحيانا يتأخر إلى عمر 17 أو 18 سنة فيكون البلوغ بعلامات أخرى ممكن ينمو الشعر أولا أو يكون عمره يكمل 15 سنة ويدخل في السادس عشر بحسب الأشخاص والشباب وهذا يعتمد على هورمونات ونمو الشخص إذن إذا بلغ الإنسان سن التكليف وصار مكلفا هنا يجب عليه قدم أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجه إليه في الشريعة يحرز يعني يتأكد ويطمئن بأداء التكاليف الشرعية المقدمة كيف يتحقق هذا أنا بلغت اليوم وأريد أن أعرف الأحكام الشرعية الموجهة إليه ما هو الواجب وما هو الحرام حتى أودي الواجب وأتجنب الحرام وأعمل المستحاب وأترك المكروه يقول هذا يتحقق بأحد أمور أنا ذكر أربعة أمور أولا اليقين التفصيلي إذا كان عندي يقين بأي طريق من الطرق أن يتحدث يصبح عندي يقين بحكم فقهي معين يعني عندي يقين أن صلاة الصبح ركعتين هذه ما يحتاج طريق أخرى أقلت فيها عندي يقين فيها واضحة وضرورية ومفهومة صلاة المغرب ثلاث رقعت واضحة الصلاة واجبة هذا موضوع يقين أن الصلاة اليومية إجمالا واجبة كيفية تفاصيلها ما أعرفها ولكن إجمالا فالأمور ولكن أمور اليقينية قليلة محدودة جدا أمور اليقينية أما تفصيلها لا يتحقق للإنسان عادة فينتقل إلى المراحل الأخرى يقول الإجتهاد والتقليد أو الاحتياط يعني أحد أمور إما عند الإنسان يقين تفصيلي الأمر الأول أو الأمر الثاني أن يكون هو مشتهد فإذا كان مشتهد يتبع رأيه بعد هو درس الفقه والروايات والأصول واجتهد بها ولديه معرفة بالأحكام الشرعية ويعمل برأيه كمشتهد هذا طريق ثاني طريق الثالث هو التقليد أن يقلد الإنسان يعني يتبع مرجع من المراجع هذا التقليد طريق الرابع أن يعمل بالاحتياط يعمل بالاحتياط بأن يأخذ أراء المراجع في مسألة معينة ويعمل بما يرفع عنه التكليف قطعا مثلا بعض المراجع يقولون في هذا النوع من السفار يجب أن يقصر الإنسان وبعضهم يقول يجب أن يتم فهذا سافر هذا السفر يقصر رأي للمراجع فهو يصلي مرتين يقصر ويتم فيكون قد أدى الحكم الشرعي إما بالقصر أو بالتمام مثلا بعض المراجع يقولون أن الكحول الصناعية نجسة بعضهم يقول طاهرة فهو يتجنبها يعتبرها نجسة حتى يغطي الرأيين بعض المراجع يقول أهل الكتاب طاهرين بعضهم يقول نجسين فهو يعتبرهم متنجسين حتى يغطي الرأيين يعمل بتكليفه فأحيانا يحتاج تكرار حتى يعمل بالاحتياط يكرر مثل القصر والتمام وأحيانا يحتاط أن يأخذ بأشدهما إذا كان واحد يقول طاهر أو نجس يعتبره نجس إذا مرجع يقول يجوز على كراهة والثاني يقول حرام أو يعتبره حرام لأن يغطي كل الأراء الموجودة بحيث يقول أنا بيني وبين الله ما عملت شيء اللي الله سبحانه وتعالى ممكن يعاقبني عليه ولكن عملية الاجتهاد هذه خاصة لأفراد معينين في الحوزات ومعرفة الاحتياط أيضا خاصة لأفراد معينين وأحيانا يعني صعبة ومو ممكنة لأن فيها تفاصيل كثيرة في بعض الحالات وما يستطيع الإنسان العادي أن يعمل بالاحتياط ومعرفة اليقين التفصيلي كما قلنا أنه هذا أيضا غير متاحة للناس فإذن نبقى لعموم الناس والاحتمال الواحد اللي يجب فيه التقليد والرجوع إلى المراجع في معرفة الأحكام الشرعية يذكر أيضا السيد هذا المعنى يقول وبما أن موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات الضروريات يعني أن الصلاة واجبة الصوم واجب الخمس واجب الزكاة واجبة الأمور الضرورية العامة المعروفة هذا عندنا يقين بها أما التفاصيل ما عندنا معرفة بها فلا مناصة يعني ما عندنا خيار آخر للمكلف قلنا المكلف البالغ في إحراز الامتثال إحراز يعني الـ 200% بإمتثال الحكم الشرعي أنه طبق الحكم الشرعي المأمور به من قبل الله سبحانه وتعالى فيما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة يعني الاجتهاد التقليد الاحتياط وقلنا الاجتهاد منحصر بأفراد معدودين الاحتياط أيضا منحصر بأفراد معدودين فبالنتيجة نرجع إلى لا مناصة أو لا طريقة آخر غير التقليد يعني معنى الاجتهاد الاجتهاد يأتي من كلمة الجاهد أو الجهد بعضهم بذل الوسع أو الطاقة سأني يبدو الجهد يبدو الطاقت يبدو ما في وسعه لدراسة الأحكام الشرعية ومعرفة الحكم الذي أمر به الله سبحانه وتعالى حسب نظرة فالكلمة من هناك تأتي بذل الجهد بس طبعا مو كل بذل الجهد يصير اجتهاد يعني لو طالب مجيد أول سنة بالحوزة ومجيد يقول هذا مجتهد يعني يدرس مو عنه مجتهد بلغ درجة الاجتهاد لا أنه في دراسة المقدمات ومجتهد ولكن ذلك بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي من مداركه المقررة هنا مداركه المقررة شنه هي مو يعني اجتهاده باللغة العربية أو بالمنطق أو كذا أو كان مجدا في دراسة الرسالة العملية أو كتاب شرائع الإسلام أو كتاب اللومة الدمشقية نقول صار مشتهد لا صحيح لغويا ربما نقول طالب مشتهد يعني طالب مجد في دراسة ولكن نقول معرفة الاستنباط الحكم من مداركه المقررة المدارك المقررة هي الرئيسية المعروفة هي من الكتاب والسنة والعقل والإجماع إذا الإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة والعقل أيضا يرجع لهم في الواقع الكتاب والسنة في معناته يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من القرآن الكريم والسنة النبوية وإذا عرفنا وجود في القرآن الكريم آيات الأحكام أكثر من 500 آية وتحتاج إلى تفسير وإلى أراء المفسرين ومعرفة اللغة بتفاصيلها والتفاسيل المختلفة وغير ذلك ثم مقدمة الاجتهاد أيضا معرفة أصول الفقه وقواعد الأصولية والاجتهاد في أصول الفقه ثم القواعد الفقهية والاجتهاد في القواعد الفقهية وثم معرفة الرواة وتوثيق الرواة ومعرفة الحديث كما ذكرنا فنعرف أن المسألة ليست بهذه البساطة كل إنسان يأتي ويقول أنا قرأت رواية وهذه الرواية تقول كذا وكذا وعليه الحكم الشرعي كذا وكذا أو أنه الآية الكريمة تقول كذا وكذا وعليه هذا الحكم الشرعي لا هو ليس هكذا هناك ناسق ومنسوق ومحكم ومتشابه وخاص وعام وظروف مختلفة سواء كان في موضوع القرآن أو في موضوع الحديث تحدثنا عنها سابقا ولذلك يقول أن من يبلغ إلى هذه الدرجة بحيث يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي من الأسس الشرعية هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع هذا يكون قد بلغ درجة الاجتهاد هذا معنى الاجتهاد ناتي على معنى التقليد إن شاء الله في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين